اعتقد خير من يحدثنا فيها المستشار حرمي عبد الرازي المستشار القانوني للنادي لالي والمعني بهذا الملف بكل دقة يا سادة المستشار اهلا بسعادتك السلام الخير يا ابراهيم بي ازاي حضرتك السادة مشاهدين الحمد لله حياة المواندسة عادلي كان نفسه يفضل موجود لغاية لما يتابعك لكن دور البرد اشتاد عليه شوية فاضطر انه هو يغادرنا لكن الحمد لله بحالة جيدة الف ترامة لي ان شاء الله يلقى كوي ان شاء الله وانيكو على الحلقة الجميلة فيه برغم كل يعني رغم عن امس الحق الدين والحاس الدين والله يسابوه برغم عليكو جدا حلقة جميلة جدا 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 من حلقات اللي احنا اتعودنا ان احنا نشاهدها مستمع دين شكرا مع المستشار قول لي ساعدتك النهاردة النادي الاهلي بيجي له جواب اخر حاجة الجهة الادارية اللي هي مدريت الشباب والرياضة في يومين اتنين وارا بعض عملتوا في الحكم وتاني يوم يقول لك عملتوا في اللي انا قلتلك عليه واضح اللحاح موجود عايزك تخط السادة المشاهدين في الصورة كاملة من البداية بعرض مبسط زي ما تعودنا من حضرتك بايجات شديدة يا ابراهيم بيه احنا بنأكد على صحة الموقف القانوني للنادي الاهلي من حيث الحكم استادر لأعضاء فرق ايضا حضرتك اللازم كل استادر مشاهدين واعضاء الجماعية العامة في النادي الاهلي اعلموا تماما ان هذا الحكم اقيم في ظل مجلس طابق اصدر الطفل في حضرتك في 15 مارس 2017 ايوة في عهد مجلس المهندس محمود طهر ايوة واذا كان المجلس بيتغنى وينعى حمه ان المجلس الحالي منفس طب هو مدناش خدوة ومثل ليه وينفس هذا الحكم لما كان تحت رئاسة النادي كانت تحت رئاسة ايوة حاجة ثانية حضرتك الطعن ده كان مطيم من بعض الاخوة الزملاء في فرق شيف دي على سنة من القول انهم بيأملوا حضرتك او يحطلينهم انهم يستركوا الجماعات العمومية العادية وغير عادية وانهم من حقهم ان يترشحوا ويدلوا بأصواتهم في اي جماعية صدر الحكم ده في 15-23-2017 تم الطعن عليه من المجلس السابق حضرتك ايوة بالطعن رقم 820 لسنة 63 قاف ادارية عليا ايوة والمجلس الجديد حضرتك عن طريق الشؤون القانونية ظل يعرف حضرتك يوالي اتفاع عن هذا الطعن صدر حكم حضرتك في الصعن ده في اليدارية العالية يوم 26-05-2018 بيقول ايه في الحكم ده حضرتك ايه انتهى حضرتك ان خلاص دالت المطلحة اللي هي كان مبتغاء من بدايته الدعوة قيمة على سندها سندها نظرا لالغاء العمل بالقانون القديم اللي هو 77 سنة 75 وما حدث عليه من تعديلات وحضرتك سدور القانون الجديد رقم 71 لسنة 2017 والليحة التنفيذية اللي هي حضرتك الليحة الاسترشادية اللي تم وضعها من قبل اللجنة اللمبية المصرية ايه فوجئنا حضرتك يوم 15-10 بجواب من الجهة اليدارية بيقول ردونا على الحكم ده واعقبوا على ستين يوم 16-10 انتوا هتعملوا ايه؟ عايزين ينفذ الحكم ده لتنم لتنم من مدريت الشباب والرياضة في القاهرة ايه فضل تمام حضرتك ايه؟ طادر حكم شخص طادر بحقيته في عدوية النادي الاهلي وجيب حكمه ملسل فاتدرنا انه بوحد الكهة اليدارية هما الثلاث ومدريت الشباب والرياضة والوزارة ايه؟ انه هما غير مختصين يا براهنبي احنا بنعرض كل الخطابات ديها كوثيقة على الشاشة مع كلام حضرتك حسد المستشار تفضل اصلي لاسف انا مش بتام تليفزيون انا سايق تمام انا اخدلك مخالفة وانت بتتكلم في التليفون بس ماشي انها انا ركنت. انا ركنت. اتفضل. حضرتك اه 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 فاحنا استغربناه فبعتنا لهم قلنا لهم كزا اه نعمل ليه بتبديل الحكم اللي تدر ضدنا ده. فقال والله احنا مش اختصاصنا. الاختصاص من معاقد لحضرتك في اللجنة المصري. ايه. فا اه الجوابات دي انه ما جات يبقى جات من جهة غير مختصة. ده كان في شهر التسعة يعني يعني في شهر التسعة قال لك انا مش جهة اختصاص. مش جهة اختصاص. اه. فانت روح لللجنة الاولوبية. فخلاص احنا وشعلنا مع اللجنة الاولوبية. اه. لما انت ايه اللي دخلك النهار ده لما انت بتقول انت غير جهة يعني مش جهة اختصاص. اه بالضبط كير. اه. انا عارف حضرتك معاني. اه. ايه. الحاجة الثانية حضرتك. الحكم قلنا ساعتك انه لما انتهى قال انه الاحكام استبقى في ظل القانون القديم. واللواقح اللي كانت سائدة في الزخ الوقت. خلاص مكان ما بقاش دي اي مكان. او انتفى انتفى اصل القانون. اه. وبعدين حضرتك اللجنة. اه. القانون لما تلع القانون واحد سبعين لسنة اه اه الفين وسبعتاشر. والاه. اه. اللايحة الاسترشادية. اه. حضرتك نصر في البند اه. ستة وستين منها على مين هما الباب السابع في القانون الجديد. على مين هما حضرتك. اه. اعضاء الجمال عموميا. اه. اه. الاعضاء. اه. قالك اول اول اه 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 اعضو الفرق. وبعدين عضو المتسد. وبعدين العضو الموصل. اه. اه. اعروف العضو الاصلي ده خلاص بيارتاد حضرتك كل الحقوق والواجبات. تمام. وعليه جميع الاتزامات المنصوصة عليها في القانون والليحة. اه. 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 عضو الفرق حضرتك يتمسع بكامل الخدمات والمرافق وله حقوقه في حصول على الخدمات في داخل فرعه. اه. انما ليس له الحق في التركة في الانتخابات او حضور الجماعات العمومية. اه. اه. ده قولا واحدا ده حضرتك موجود في اللايحة اه في اللايحة النظام الاتاتي في النادي الاهلي. وده اللي نص عليه القانون رقم واحدة سبعين لسنة الفين وسبعة طالع. ايوا. احنا النهاردة بنكون يؤكد يا ابراهيم به على صحة موقع في النجل الغاية من هذا الامر. والنهاردة احنا رسلنا اللجنة الورمية وقلنها على القصة دي. قمديننا حق. اه. حق طادر لصالح اه شخص معين. اه. طبت طاعنا عليه. الحق من سهل ايه. الى المحكمة ادري على. الالغاء العمل في القوانين واللواق السبقة. على صدوق قانون الرياضة الكتير. ده رقم واحدة سبعين سنة الفينزة. ده حقم الادارية العالية. اه. اه. صارت اللجنة اللجنة الأولومبية حضرتك اللايحة الاسترشادية فمن ثم خلاص الدنيا واضحة فأنت النهاردة عايز تبقى لك جميع الحقوق للعضو الأصلي عليك أن تستكمل الرسوم الاشتراك زيك زي العضو الأساسي يعني هو حكم الإدارية العليا اللي قدامنا ده على الشاشة كان قال أنه زال السبب مع سقوط القانون 177 بالضبط كده يا خامس كل الأحكام قبل كده ففلاصل ما بقاش فيها صفة ولا معاول عادي لأن القانون هو القانون 17 هو اللي واجب التطبيق وهو حضرتك المنوط بتنظيم العلاقة ما بين العضو والجمعيات العمومية وإدارة النهار النهاردة كان عندنا كتماع مصور مع السيد الرئيس النادي كابتا محمود الخطيب فلقني كانت شغله الشغل أنه هو بيؤكد حضرتك حفظ على احترام وتأدير جميع أعضاء النهار أي أن كان فرع أو أخر بل بالعكس هو بيقول الناس دي ديها كامل وليها ما لنا وما أو عليها ما علينا فيما عدا حضرتك نجاءة بنقص في القانون وفي اللايحة اللايحة النظام الأساسي للنادي أي دي اللي حبينا بس طيب أنا هنا أنا هنا عايز أقف مع حضرتك في تلات مناطق مهمين يا سيد المستشار المنطقة الأولى علشان الناس تبقى فهمة القصة ببساطة إيه النادي الآلي لما عمل فرع للنادي في الشيخ زايد عمل عضوية للفرع مخفضة زي ما الصيد عمل وزي ما هليوبلس عمل وفيه أندية كتيرة عملت فروع لها وعملت حاجة اسمها عضو فرع عضو الفرع ده الوضع القانوني السابق ما كانش منظم حقوقه لكن القانون الجديد نص عليه واللايحة الاسترشادية المعمول بيها بل حتى اللايحة بتاعة النادي اللي لسه ما تمش العمل بيها نظمت هذه الحقوق بالنسبة لعضو الفرع عشان الجمهور يبقى عارف القصة ببساطة جديدة اللي بيروح يعمل عضوية في النادي الأهلي دلوقتي بيدفع 350 ألف جنيه عشان يبقى كامل العضوية في كل فروع النادي ومقراته وله حق التصويت وحق الترشح وكل الحقوق كعضو عامل متكامل افرد هو مش عايز ياخد العضوية في كل فروع النادي وعايز فقط بالضبط عايز يكتفي بعضوية الشيخ زايد زي ما حصل لدى بعض السادة الأعضاء فالنادي لما عمل عضوية أهل الشيخ زايد اللي حظاتكم شايفينه بدأ بفلوس مخفضة قوي كانت 70 ألف تقريباً أو أقل قبل كده ودلوقتي ب120 ألف فيما أذكر يعني العضوية الكاملة ب350 عضوية الفرع ب120 أنا من الناحية القانونية كنادي وأنا بساعدتك في التبسيط ده للسادة المشاهدين لأنه الجمهور برضو مش معني بالمسألة بس يبقى عارف المشكلة فين العضو اللي عمل عضوية فرع الشيخ زايد ب120 ألف أنا كنادي ما أملكش الحق القانوني أساويه بال350 ألف ما أملكش ده يعني تأديري لعضو الفرع ولكل أعضاء النادي في كل الفروع شيء والتزام بالنحية القانونية وأموال النادي شيء تاني خالص النادي الأهلي ومجلس الإدارة حتى في جلساته مع السادة الأعضاء في فرع الشيخ زايد أثناء الترويج ومناقشة اللايحة تم تقديم تسهيلات كتيرة لتوفيق الأوضاع القانونية أن عضو فرع الشيخ زايد عايز يكتسب الصفة حق ارتياد كل مقرات النادي وحق التمتع بكل خدمات النادي وحق الترشيح وحق التصويت يتحول من عضو فرع إلى عضو عامل كامل في هذه الحالة قدم له تسهيلات قالوله شوف لما انت عملت العضوية كانت العضوية الكاملة بكام ادفع الفرع ودوله تسهيلات في السداد أعتقد تقسيط على أربع سنين تقسيط على أربع سنين وبعدين ما تنهالوا في اللايحة الجديدة إلى أربع سنوين بالضبط فكل ده علشان تنقل من عضو فرع لعضو عامل متكامل بما يحافظ على الوضع القانوني ويحافظ على سلامة الموقف المالي للنادي لأنه عايز أقول حاجة عايز أقول حاجة بسيطة أنا لو رايح أعمل عضوية دلوقتي في النادي الأهل جديد لما ألاقي لو دفعت المئة وعشرين ألف ممكن أتساوب اللي دفع تلتمية وخمسين ألف هدفع لي تلتمية وخمسين لما ممكن أدفع مئة وعشرين هي الفكرة ليس انتقاصا من حق فرع الشيخ زايد أو أعضاء الشيخ زايد لكن تنظيم للحتة القانونية والحفاظ على أموال النادي وفي كل الأحوال ده نص في القانون يعني حتى القانون الجديد السادة اللي أقاموا الدعوة في السابق كان بيحكمهم القانون السابق ما كانش بينص لأنه صدر في وقت ما كانش فكرة عضو الفرع مطروحة بل أنه القانون ظهر حتى في مناخ اشتراكي مختلف عما قالت إليه الأحوال تمام القانون الجديد نظم عضو الفرع وحددها ونص عليها سواء فيما يخص القانون أو ما يخص اللوايح المعمول بها ومنها اللايحة الاسترشادية المفروضة حتى الآن ده كده عرضي دقيق ده هاي لفهم أنا هضيف لحضرتك حكا ثانية تفضل القانون الجديد للقانون الشباب الرياضة أي بعد وستفعين لسنة 2017 والليحة الاسترشادية اللي وضعت من قبل الجهة المنوط بيها اللاجداء المصرية صدرت أحكام حضرتك من مركز التسوية والتحكيم الرياضي أي أحكام بتؤكد على هذا الكلاب تتقن لتحقيق القانون وتتقن لمن دهت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها حضرتك اللي هو كان يقيم على الطعن ده وطعونا أخرى وخلاص أصبح النهاردة العضو والفرع متعارف عنه النهاردة أنت ملكش غير أنك تتمتع بالخدمات والمرافق اللي بيقدمها لك النهار دايما أنت أشرح بكذا عايز حضرتك تحول يبقى لك حق التراشق والإدلاء بسوطك في الجماعات العمومية العادية والغير عادية عليك أن تستكمل باقي الاشتراك طيب ده فيما يخص أصل المشكلة وأصل القصة أجل الموقف فيما بين اختصاص الجهات إيه تفسير حضرتك للجهة الإدارية يعني أنا أفهم هل إحنا فيه تنازع للاختصاصات أنا عارف أنه في المناخ الرياضي العام العلاقة ليست جيدة أو ليست كما يجب أن تكون بين الوزارة ومين اللجنة الأولمبية بس الأمر لا يتوقف على علاقات الأشخاص ببعضهم أو مساحات الهوى الموجودة الأمر يتعلق بالوضع القانوني الوزارة في تكوينها الجديد لا يروق ليها أن السلطة الرياضية الكاملة تكون عند اللجنة الأولمبية ودي ليست منحة ولا هبة من حد دي مسألة أعطاها القانون والله إنت عايز تغير القانون غيره بس الغاية لما تغير القانون الوضع الموجود بيقول لي أن المظلة بتاعت الرياضة تكمن في اللجنة الأولمبية مش ده صحيح؟ جميع يا مفندم بوضع حضرتك ليه حاجة اسمها بورتولو بورتولو ده اللي هو قانون الرياضة اللي معموز بيه في الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يقول بيمنع حضرتك الدول والحكومات التدخل في الرياضة على هذا الأساس سم حضرتك وضع القانون بتاعنا جديد احنا كنا كل شوية حتى حضرتك في الاتحادات الوطنية للأسف الشديد نرجع شوية توفيق الأوضاع نرجع شوية توفيق الأوضاع لما الدنيا بقى زادت بمشاكل الضغط الزم بيقول حضرتك اللي يتعين عليه دام علينا نحن قبرنا حضرتك على تعديل قانون الشباب الرياضة إلى آمن انتهى عليه في نصوصه الحالية اللي هي بتطبق فالنهاردة لا دقويل مع النص ما ينفعش النهاردة نتنادع زي ما حضرتك بتقول إنه فيه إدارات تتنادع لا القانون واضح وسريع القصة دي منعاقد الاستصاف ديها للجنة الأوروبية المطرية دي بقى حضرتك أنا مش أناقش واروح أسا تانية حضرتك هي المنوط فيها الإشراف حضرتك وتنفيذ وتنفيذ القانون واللوايح الخارطة إذا كانت استفشادية أو لويح النظام الأساسي في الأمداء فالموضوع واضح كون بقى أن السين يتحكل وصد يتحكل ده لازم يبقى فيه وقفة من جانب الدولة لتحكيمها مثل هذه الأمور ومهاترات لأنه إحنا حضرتك بنفس يعني في ما لوش لازم خامس يعني بتعقني عن عملي أنت بتحاول سوري يؤدي بي الفشل أنت مش عايز ننجح لأنك أنت بتبهيني في القصص أنا في غنى عنها بتضيع وقت بتضيع مجهودي في مهاترات جانبية لا تبسأ أي صلة بالعمل الرياض فتبني اشتغل وطلق إيدي حضرتك سبقا لصحيح القانون وإلا حضرتك إحنا مش هنفقدم طايدهم ده صحيح يا سيد المستشار وأنا هنا قدامي الخطاب اللي حضرتك أشارتي إليه لما النادي الأهلي تلقى هذا الخطاب من الجهة الإدارية وهي مديرية الشباب والرياضة ممهورا بتوقيع الدكتور أشرف البجرمي مدير الشباب والرياضة في القاهرة لما تحدث في 25.09.2018 يعني يا جماعة من أقل من شهر الكلام ده المديرية رح لها خطاب فبعتوا للنادي بيقولوا بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد للدوان العام المتضمن طلب موفاة سيادتكم بالرأي حيال إمكانية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوة رقم 31676 لسادة 59 المقامة من سيد المستشار عمرو محمود عبد الرحيم وآخرين ضد سيد رئيس مجلس إدارة النادي للرياضة البدنية بصفته وآخرين أمام محكمة القضاء الإداري بموضوع إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناء عن التدخل لدى النادي المدعي عليه لإتمام إجراءات منح المدعي وأسرته العضوية العاملة بالنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار الدكتور أشرف البجرمي مدير الشباب والرياضة تاني مدير الشباب والرياضة في القاهرة يوم 25 تسعة قال للنادي الأهلي إيه؟ نتشرف ونحيط في يداتكم بضرورة توجيه خطابكم هذا إلى اللجنة الأولمبية المصرية لاستطلاع الرأي حيال ذلك الموضوع ليه عمي؟ قال لك ده إعمالا لنص المادة 66 من الباب السابع تسويت المدعي الرياضية من القانون رقم 71 بإصدار قانون الرياضة طيب يوم 25 تسعة كان مدير الشباب والرياضة في القاهرة يرى إنه القانون تغير وإنه السلطة انتقلت إلى اللجنة الأولمبية وإن النادي الأهلي لما بعت يسألهم بعت الخطاب في المكان الخطأ وإنه الصح يحولوا على اللجنة الأولمبية لأنه زي ما قال وفقا للمادة 66 جهة الاختصاص هي اللجنة الأولمبية مش إحنا عايز أقول مش إحنا خالص ابعدوا عننا لأنه خلاص إحنا ما عدناش جهة اختصاص إيه اللي حاصل علشان ييجي النهاردة في 15 عشرة يعني 20 يوم بالزبط ألاقي خطابين متتاليين خطابين متتاليين يوم 15 يوم 15 يوم 15 الحقا إلى كتاب نصدر برقم كذا وتاريخ كذا نتشرف بأن نرسل تصورة ضوئية من حكم محكمة القضاء لدار السابق الإشارة إليه ويرجى من سياداتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ الحكم بعد استلام الصيغة التنفيذية يبعت الكلام ده في 15 ويجي يوم 16 يروح بعد تاني الحقا لنفس الخطاب قولوا لنا عملتوا إيه في اللي بعتناه لكم بارك لا يا فندس ده بيقول لي نفذ الحكم أيوة ما بيقولك يعني قل لي أنت زي ما نفذتش الحكم وقل لي سبب عدم التنفيذ هنا الكلام مفروض ما يكون شيء وفقا لمساحة الهوى الهوى الغرض مش الهوى اللي هو البس طبعا اه طب احنا نعصف ذلك وتنفيذ للجواب بتاعه اللي هو قابلين اللي هو مش مختص وان الاقتصاص منعقد لللجنة الأولمبية المصرية تبقى للمدة 66 من الباب السابع بالقانون الجديد فاحنا واجهنا اخطبنا حضرتك إلى اللجنة الأولمبية المصرية ديبا وطلبنا منها والله اعمال القانون كيفما ترأى لك انافذ ولا منافذ بالضبط تقول لي بقى حضرتك بس انا بقول حتى لو للأسف الشديد يعني بقول وده مش هيحصل اللجنة الأولمبية منها شغير انها تطبق نص المواد القانونية اللي ورد طبعا لسنة 2017 لا وانا هنا انا هنا بس للدكتور اشرف المجرمي هو انت معترف بانهي قانون يعني انت شغال على 77 لسنة 75 ولا شغال على 71 لسنة 2017 والسؤال والسؤال الحقيقة السؤال في الحقيقة يجب ان يوجه للدكتور اشرف صبحي لان هو رأس السلطة الرياضية الحكومية مش مدير الشباب والرياضة نفسي يا ابراهيم بيبال اذنك انا مش بالدفاع عنه ولا حاجة بس انا بقول قد يكون العرض كان خطأ في حينه وان الموضوع ما تعرضش عليه بامانة جايد طيب تاني يوم تاني يوم برضو يعني انا مش بتلمس الاخطاء مش بتلمسه اعذار انما انا بقول حضرتك قد يكون قد يكون احنا بنصر حضرتك انا بأأكد حضرتك دلوقتي على سلامة الموقف القانوني من نادي الاهلي لانه جاء طبقا لصحيح الواقع القانون ولا اي مسألة عليها انا النهاردة كل اللواجح والفوانين والاحكام الفضائية التي استقرد عليها سواء حضرتك في التحكيم الرياضي او غيره حضرتك بتقول ان انا موقفي سليمي وده الاخر حاجة النادي بعتها الى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية زي ما اشرت حضرتك قال له في خطاب مرسل النهاردة حضرتك هتشوف ادو صورته من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي بيقول لرئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورد الى النادي من السيد مدير مديرة الشباب والرياضة بالقاهرة الكتابين رقمين 261 المؤرخ في 19-2018 والوارد الينا بتاريخ 14-10-2018 والخطاب 275 المؤرخ في 14-10-2018 اللي ورد لنا في 15-10 اللي تضمن اولهما طلب موفاة المدرية عما اذا كان قد سبق وان تم تنفيذ الحكم الصادر يعني هو بيقول ان تنفس الحكم ولا لا كما لو كان ده من مديرة الشباب الرضا في مدغاشقر وفي الحالة الاولى ما يفيد التنفيذ وفي الحالة الثانية موفاتكم بمبررات عدم التنفيذ وعما اذا كان لدى النادي مانع من موانع التنفيذ معرفش بيتكلم بصغة قانونية ازاي وذلك حتى تقوم المديرية بارسال الرد للشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة بيقول خطاب النادي الاهلي للسيد رئيس اللجنة الولمبية المصرية الا ان انا فوجئنا في اليوم التالي بخطاب سياداته رقم كذا دون انتظار لرد النادي تبعتلي يوم مبارح وعايزني الصبح النهاردة بعتلك انا هنا بحط هذا الاستعجال وهذا الالحاح بين قصين فيهم الكثير من الريبة يعني حتى في المكاتبات الرسمية انت بعتلي النهاردة مبارح وبعتلي النهاردة تقول لي عملت ايه في الموضوع اللي بعتلك مبارح كان المفروض ارد عليك في نفس اللحظة واحل المجلس واقف للنادي عشان السادة في المدرية يبقوا مبسوطين كان مطلوب ده يحصل فورا مع ان هو مش اختصاص مع ان هو اللي نفسه من عشرين يوم قال ما ليش دعوة انتوا بعتلي غلط روحوا للجنة الولمبية انتوا تابع لجنة الولمبية بموجة بالقانون وانا روحت للجنة الولمبية ورحت اللجنة الولمبية اللي هو نصحني بيها من عشرين يوم الندي الالي بيقول للسيد رئيس اللجنة الولمبية صاحبة الحق الاصيل والاختصاص وانا هنا هذا لا ينتقص لا من شأن الدكتور اشرف صبحي ولا من شأن السيد البجرمي مدير الشباب الرياضة يا جماعة هذا وضع قانوني هذه السلطة منحتها للجنة الولمبية مواد القانون 71 لسنة 2017 عندك اعتراض متضيقين متغزين السلطة انتسحبت الاختصاص انتسحب اتعامل مع هذا قانوني وعدل القانون واسترد السلطة يبقى على عين ورأسنا واللجنة الولمبية الدولية تقول ما تقول لكن في النهاية يبقى انت شغال قانوني لكن يقر قانون ويتم العمل به وينظم الحركة الرياضية ويتم توفيق كل الاوضاع على اساسها ويتم تسويت كل المنازعات بموجب القانون اللي بيوديها لمركز تسويت المنازعات والتحكيم وفجأة انت ترتد لورة تاني خالص علشان تسلب جهة الاختصاص حقها الاصير وتيجي تحسبني انا كنادي وتقول لي امبارح عملت ايه والنهاردة بسرعة قول لي عملت ايه في موضوع امبارح اولا مستوى في المخاطبة مستوى لم يعتده للا الاهل ولا غيره من الاندية ده مستوى عن المخاطبات الرسمية وسانيا انا مش فاهم الدكتور اشرف صبحي بمعزل ومنأة عن اللي بيحصل دليه رأس الحكم الرياضي فيما يتعلق بالشأن الحكومي السيد وزير الشباب والرياضة كون ان انا بقى عايز الارض تهتز تحت كل الاندية ده مش فصال حد كون ان انا هنا في مشكلة فلازم اعمل هنا مشكلة علشان يحصل التعادل اياه ده برضو مش فصالح الرياضة احل المشكلة دي واسيب المسيرة اللي ماشي كويس ادعمها وعززها ده المفترض الصح لكن هذا التفكير دائما وابدا في السعي نحو التعادلية الغريبة هيفقد حتى الرياضة المصرية البنية التحتية السابتة لها هيفقدها مناخ الاستقرار اللي المفترض تعمل من خلاله لان انا هنا بتكلم على بديهيات سلطة معطاة للجنة الاولمبية مدرية من عشرين يوم بتقول لي ما تبعت ليش ابعت للجنة الاولمبية ولما تكون عايزة تعمل لي مشكلة تبعت تقول لي ايه حق نفذ وعملت كده ليه وتاني يوم تقول لي عملت ايه في اللي بعت تقولك مبارح فبينهي الاهلي خطابه الى اللجنة الاولمبية صاحبة الحق الاختصاص فالبين من خطاب المدرية ان طلب التنفيذ ان طلب التنفيذ لم يقدم الحكم الصادر من المحكمة الادارية لعليا الصادر في الطعن رقم كذا من الدائرة كذا والمقام من السيد رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي بصفته ضد السيد مقيم الدعوة وبذلك وبعد صدور القانون واللواح فلا يمكن التعن على قواعد قانونية تم الغاؤها وزال اثرها ومن هذه الاثار الحكم الصادر في الدعوة رقم كذا وينهي النادي الاهلي خطابه الموسق بكل الاسانيد القانونية والاحكام الصادرة من الادارية العليا للسيد رئيس اللجنة الاولمبية المصرية وبيقول له نرفع الامر لسياداتكم مؤيدا بالمستندات والاحكام وذلك ردا على كتابي السيد الدكتور مدير الشباب والرياضة بالقاهرة وعلى الحكم المطلوب تنفيذه لتوضيح الموقف القانوني للنادي وبيان انتهاء وانتفاء اي اثر قانوني للحكم محل هذا الخطاب وعدم الاعتداد به في مواجهة النادي اميلين موافاتنا بالرأي القانوني في اختصاص مدرية الشباب والرياضة في هذا الشأن ومدى الزامية الرأي الصادر عنها في هذا الشأن والتوقيع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ماذا بعد يا سات المستشار؟ احنا مصررين على موقفنا حضرتك لانه تبقى لصحية القانون واللايحة النظام الاساسي للنادي الاهلي وكمان تبقى لللايحة الاسترشادية اللي احنا سوري يعني دبتنا فيها من قبل المجلس القديم وشكلين بها لغاية دلوقتي الحين اعتماد اللايحة الجديدة ونشرها في الجريدة الرسمية حدث نشر يوم السبت فانا السبت فهي تم اعتمادها حضرتك يعني وقفة على النشر يعني السبت عند نشرها في الجريدة الرسمية اصبح العمل بها ساري يوم السبت فانا تمام من بدء العمل ايه تتنشر يوم السبت ان شاء الله فخلاص هي تم الموافع عليه فانا حتى بقولك في ظل اللايحة الاسترشادية فانا حضرتك عند رأيي وعن موقفنا سليم لانه تبقى للصحيح القانون والواقع وانا حضرتك الفاشة البني بينهم ايه القانون النهاردة حضرتك بتقول تنازل الاختصاصات ما بين الادارات في الجهات الادارية ده هيؤذي بينا يا فاندب الى انها نتوقع يعني يوقع علينا عقوبة من قبل الاتحادات الدولية لانه عن ظل النهاردة مختلفين مين طاحب الحق الاصيل في القصة دي او مين من اختصاصه الموضوع ده يبقى كذا حضرتك مش هنتقدم ولا صمت وللأسف للأسف المنظر العام بيبقى بره مش كويس واحنا مش حابين ده احنا عاديين نبقى حضرتك كل الناس عارفة ان احنا نخضع لجميع القوانين سؤال النهارية والدولية يا فاندب هل من اضافات اخرى بسات المستشار لا يا فاندب احنا برضو بنؤكد على احترامنا الكامل وتقدرنا لجميع اعضاء فروع النادي الاكل صحيح ونقر دلوقتي يا حضرتك لهم لنا وعليهم ما علينا تبقى للقانون واللائحة النظام الاساسي للنادي الاكل وبالعكس فيه تسهيلات كتيرة لتوفيق الاوضاع القانونية ليهم عشان الكل يتحول الى عضو يا فاندب ده فيه دلوقتي ما يخرج من خمسين في المية اتحولت فيه ما يخرج من خمسين في المية تقريبا تحوله حضرتك الى اعضاء اصليين وان شاء الله يعني البقاء تأتي شكرا جزيلا المستشار حلم عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الاهلي شكرا